علامة استفهام وأخرى تعجب على عجز المجتمع الدولي الغريب حيال أفعال رجب طيب أردغان في ليبيا وهي استمراره في إرسال المرتزقة والأسلحة إليها بالرغم من إعلان القاهرة وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل الحل السياسي للأزمة الليبية والتي حازد على دعم الدولي واسع قال الرئيس تركي رجب طيب أردغان خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية أنه سيستمر في دعم حكومة الوفاق على جميع الأسئلة أولهم إرسال القيادين السوريين الإرهابيين وأنه يراهن على المرتزقة السوريين ويريد السيطرة على كامل التراب الليبي عملية تجديد مرتزقة عملية نقل المجموعات متطرفة كتنظيم دولة إسلامية تنظيم القاهدة عبر المخابرات الليبية ولا أحد يريد أن يستمع ويقول بأن هذه جرائم الآن ترتكب بحق أبناء الشعب الليبي مثل الجرائم التي ترتكبت بحق أبناء الشعب السوري وقلنا ميران وتكرار أن أردغان يريد الضيحان الآن على ليبيا من أجل إرسال هؤلاء المرتزقة لقلب الموازين بالفعل هم تمكنوا حقيقة الأمر بمساعدة قوات مطارف حكومة الوفاق وهذا ما كشف عنه المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن تركيا ترسل الألاف من الإرهابيين حيث قامت برصد الإرهابي أبو وقاص العراقي القيادي السابق في تنظيم داعش بمحافظة دير سوري السورية قد وصل إلى ليبيا عبر مخابرات التركية التي أطلقت مجموعة من السجناء الإرهابيين لترسلهم من شمال سوريا إلى طرابلس أمصرة كما أكد المرصد السوري عبد الرحمن بأن الإرهابي السوري أبو يعرب الأثري الذي قتل في غارة جوية لسلاح الجو الليبي غرب مدينة سيرت كان ينتمي لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ثم انتقل للقتال في ليبيا كما كشف عبد الرحمن أن أردغان أرسل 13 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية هم يقاتلون الآن في ليبيا موضحا أن هناك طريق مفتوح أمام الدواعش وأمام المرتزقة في ليبيا وسط عجز المجتمع الدولي أسماء العزومي ليبيا الحدث